في حديثه أولد صالح يدعو له هل فقط ما يقبل هو دعاء الولد الصالح أم حتى إذا لم يكن صالح يمكن يقبل هذا القيد أغلبي وليس قيدا مقصودا لإخراج غير الصالح فالله تعالى يستجيب لكل مسلم يدعو لغيره في ظهر الغيب ولو لم يكن صالحا لقول النبي سلم استجاول المسلم إذا دعا لأخيه إذا دعا لأخيه بظهر الغيب ومن ذلك دعائه للأموات ولوالديه فقوله وولد صالح يدعو له لأن الأغلب في من يذكر موتاه هم الصالحون والولد الصالح يذكر والده ويدعو له أما غير الصالح فإنه مشتغل بفسق ودنياه عن أن يدعو لوالديه أو لأبوه فهذا القيد أغلبي لا مفهوم له لأجونة ؟